الفنانين مقاطعا كل الإزاعة العربية بتزيع ده مش محسوب بالنسبة للفنان لا ما في شك إنه المنبع إزاعة القاهرة ده أكيد يعني محتاجين لإزاعة القاهرة إنما بقولك فيه ظاهرة جديدة هنا في مصر بالنسبة للفنان ما أنت بتسألني إيه اللي يديني زمان كان الفنان يغني حاجة جديدة أكيد التلفزيون هي اللي عايزة الغنوة جديدة دي والإزاعة كمان زي أي بلد دلوقتي الأردن الجزار تونس المغرب هم اللي بيطلبوا مني عشان يزيعوني الحفلة هنا بيحصل العكس تصور خايفة من بكرة واللي حيجر لما تروح وتغب سنة وتفت هنا حبيب مجروش دي من المتاعب الجدت عليك في المحارب دي بتتعبني أنا قوي 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 بتحس أحياناً في موجات من النقد مكسفة بتبقى موجهة لك في كل الجغاية تقريباً دي خلاص فاتت دي ما زعلتنيش قوي لقى طالما في حب الجمهور ما خلاص دي بسيطة لأنه قابلي مني حصل لغيري كده ومش مش أول واحدة ولا آخر واحدة لأنا بقولك بزعل من التجريح يعني أحياناً بعض الكتبات كانت تحاول دايماً تقول أنك أنت بتغني بالصوت عالي بزعل من الأستاذ رياض صنباتي طبعاً تعبت لأني بعز الأستاذ رياض صنباتي كنت بقدسه يعني كان عندي عبدالوهاب ورياض أنا قمتين ذا ما يمكن أن تسميه رياض ابنك عالى رياض صنباتي لا دا مش ممكن بأكيد عشان كده سامحتله لما غلت فيه أه لأنه مقدرش هزعل من رياض أبداً آآآآآآآآآآآآآ إنسان عملي أكتر من خمستاشر غنوة يجريحني كده دي صعبة إنما أي صحة في لها بالصراحة ممكن تقولي البليغ إنه اللحن الفلاني ده مش حلوة وغيره لحن الغير لما يعملك لحن لك إنتي لما يعملي لحن أنا يغير ده دايما لما بيعملي حاجة اللي يا كل نوتة بيعملها لازم أكون جنبه فبالتالي هو بيحس فوشي على طول إهني مش حس بي من غير مكبول يعني عشان كده بقولك حتى لو بليغ ما كانش جوزي هشتغل معه كتير قوي أداء أكيد يعني عشان الناس يزتريحوا يعني لو بعيد الشر لا سمح الله حصل انفصال برضو هشتغل كتير مع بليغ نقول أنسب أو أحلى الجمل اللحنية اللي عملها بليغ للصوت وردة بالنسبة لك أنت يعني بتحس إنه كان بليغ متفوخ على نفسه موسيقيا لما عمل الجملة دي إيه من مجموعة الأغالي اللي عملها لك خليك هنا دندنة كل غين واليها لونها وحسة إن كل نوة عملها كانت بي من قلبه ياه من قلبه كيانه كله لإني كمان كان لقي اللي قدامه كان فيه انفعال غريب يعني كل حاجة بيعملها تعجبني أنا بقى يعني لازم تشوفني إزاي بأعمل لما بليغ بيلاقي جملة حلو حتى لو كانت لعب الحليم أه ده ما فيه شك إنه بيشكعه لإنه يعمل كلمة ناخد الجمهور بيقاله تأثير عندك أما الجمهور يقبلك بيقولك والله بيالتك مغنيتي الغنوة فلانية أو أنت مغنيتش الغنوة فلانية دي كما يجب في الحفلة فلانية بتحس إنه فيه صدق أكتر آه طبعا لأنه بيقولها لي من غير لا يستفيد ولا يخسر حاجة بيقول لي حاجة هو حسسها يعني تقدريها طبعا وبيحاول إني أغير وسعد الجمهور ده طبعا اللي إني دافع الشيء فلاني عشان يجي يسمعني أكيد يعني التغيير دايما أنت معروف إنك أنت بتحاول تغيري إنما ليه ما بتغيريش كتير بالنسبة للألحان يعني الكل بيجمع لإنك أنت أغلب ألحانك لبليغ حمدي جوزك ويمكن في المرحلة الأولى ما كانتش كده كنت بتغني لكل الملحنين هل هناك سبب حقيقي إنك ما بتغنيش لملحنين تانين أنا لو ما كانش بليغ جوزي كنت برضو غنيت أكتر لبليغ لأن فنيا فيش حد بيفهم صوتي زي بليغ من غير ما حد يزعل بقى بالصراحة يعني بالصراحة على رأي ولا هو مانع؟ يمكن دلوقتي عشان جوزي ما بقيتش أغني له كتير عارف لأنه ما عرفش يعني فيه الحجز ده ده بقى حجز بيننا فيه حجز؟ الجواز ده عمل حجز ولا شالي الحواجز؟ لا لا لأن الناس طبعا بيدي أحلى حاجاته لمراته فيه فنانين كتير بيخافوا يقربوله ومش دروري نقول لأسامي عشان أنا متجوزاه هو مش بيدي أحلى حاجة لوردة لا لأنه اللي معمول لوردة ده شيء إنما لو لقى قمة صوتية أكيد حيدي لأنه بليغ أولا اللي في الصورة ده اللي نفس الناس يفهموه يعني هو مش مانع إن كنت يتغني لملحنين تانيين؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لا والله هو اللي بيفكرني بمحمود شريف بالعكس ده يعني هو ده هيبقى أسعد إنسان يوم ما هغني لمحمود شريف بالذات دايما هو يخترح ملحنين يا حنوري طبعا بليغ لما بيلحن غنو الوردة بيلحنها بأحاسيس يمكن ما تتوفرش لأي صوت تاني؟ كدب وحرام ده ظلم أهو ده اللي ظلم بقى أهو ده اللي إحنا تعبنين منه يعني من الملاحظة إن من يوم ما بعد عودتك؟ أهو إن كل ألحان وليك ما عملش ألحان لمعت مع صوت تاني زي ما عمل ألحان والده ما وأنا بقول لك لا إنه الأستاذ بليغ زي أي فنان تاني عنده كرمته ولأن المطربين والمطربات التانية من يوم ما تجوزني محدش بيتصل بيه يعني هم القطيع جاية من جانبهم هم بالصراحة طبعا طبعا وأنا مخافش أواجه أي فنان يقول لي عكس كده حتى الفنانين اللي خدامهم كتير قوي مجرد ما تجوزني عمل جريمة ما تطور ما هذا يبقى عنده كرمته هو كمان ليش غير حليم عشان حليم مع رجوع وردة العلم الفني إحنا الحقيقة سعيدنا جدا برجوعك ويعني ده صادف نشاط موجة من النشاط الغنائي نفس النشاط كان موازلو في السينما ولا كان اهتمامك بالسينما أقل؟ لا اهتمامي إذا كان في السينما كان مش ممكن يكون اهتمامي بالسينما زي الأغاني لأنني أنا بحاول أكون كويسة في السينما لإستمراري كمطربة والناس بيروحوا الفيلم وردة عشان ما في شك غاني وردة أوراً إنما أنا دلوقتي بحاول إن ما يبقاش عشان كده بس يعني بدأت أنت تهتم بالتمثيل نفسك؟ لأحب السينما قوي يعني بليغ كان نفسه شوف أنا بقول الصراحة أنا النهاردة نازلة قوي على فكرة كان نفسه إن أحب المسرح أنا بحب السينما قوي والمسرح رغم تجربتك مع حصارش؟ مع شان ما لاقيتش الإمكانيات يعني أطلع على المسرح وعارف إن هارجع في القودة بتاعتي ألاقي فارم استنيني في الدوش لا ده لازم الناس يعرفوه يعني مش أطلع على التربيز أو أخاف وزع إزاي أطلع أغني؟ آه دي ده مش ده حصل حكذا مرة يعني الاستعدادات في المسرح مزاي السينما يعني يمكن السينما فيها وسائل الراحة شوي طبعا إنما العمل السينماي مش مجهد آآ لا لا والله وحلو ما عارفش إن أنا ابتدى يخش جواهي السينما قوي 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 من الفيلم ده اللي عملته يعني صحيان بدري قوي شمس وممكن ما يصوروش ويعود طوله النهار بره ده مش مجهود؟ انت عارف أنا كان عندي دبلاج أول مبارح أستاذ واجدي ولما فت قدام الستوديو نحاس كنت حعيط وعلي رضا استغرب قال لي طب ما انت كنتي قرفانة وعايزة تخلصي قلت له أبس غريبة دلوقتي وحشني الستوديو غريبة آآ رغم إن الفيلم ده يمكن خد منك تقريبا سنة ونص وده رقم بالنسبة لك كنت عملتي 4-5 أفلام يعني أكيد أكيد ورغم هذا في حنين للاستيحايات الستوديو جدا أنا استغربت لأني أنا مطربة آآ ما عرفش بحب السينما قوي أفندي صباح بخيف انت؟ انت إيه اللي جابك هنا عايز إيه؟ عايز فاتل هنا مبلتجوني مش موجودة كيف أعودك انت؟ أنا مش موجودة أمار انت تبي مين؟ أه؟ الله انت يا جدع انت زي تخش بيتي من غير إذني وتسألي الأسئلة الباقة دي؟ الله يسامحك تسمحي لي أعد؟ وليك عين تتكلم معي؟ صحيحة اللي اختاش وماتوا أما بتتزاع مصرحية التمر حنة في التليفزيون تعود تهتمي بها زي ما بتتزاع فيلم؟ آآ آآ طبعا لأني ما شفتها بس ما تصورتش كويس برضو بس مع احترام اللي تعمل كل ما ما شوف التمر حنة أو باسمع الأغاني برضو بقول انه ده عمل كان يستحق ان يتعرض في مكان لايق به أحسن يعني يا خبر طبعا أنت مرحنك فعلا شوف مع الزمن مش وحشة أبدا بالعكس عمل حلو كان ومتكامل يعني لو تواجد المصر